السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلبة وطالبات الصفة الثالثة الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنكمل يونت تولف الوحدة الاثناشر طبعا الدرس الثالث والرابع طبعا درس سهل جدا او درسين سهلين خالص بيتكلموا عن لاطفاق قوة وتأكيد على الاراق عشان نخلي رأينا قوي جدا نستخدم اي كلمة من الاربعة دول براحتنا خالص هما كده بالترتيب اقوى حاجة اقل للغاية حقا الدرسة مفوش اكتر من كده هما اربع كلمات بس يعني زحمة جدا مدينة كبيرة ما عنديش منح في الا انا حد ما بحبها دي بتستخدم لتقوية الرأي مش اكتر من كده هنشوف تيجي في امتحان ازاي طبعا في سؤال مهم لازم نكتبه ولولا منحب الناس لحدة عن رأيك ما هي ورأيك في واقول له على الشيء او الموضوع عشان مش مكتوبة هنا لازم برضو نزا كده ندخل كده على المواقف الموجودة عندنا اول مواقف بيقول اول جملة بتقول you have just finished the hardest test انت لسه مخلص اصعب امتحان that you have ever done امتحنته في حياتك your mother اسكس you وممتك سألتك او سألتك how the test was كيف كان الاختبار هاد رأيه في الاختبار الاصعب في حياتي ماشي يبقى the test الاختبار was كانت واحط الكلمة اللي هي قوية جدا ممكن احط كلمة very مش عايز بس احط في طبعا في واحدة اقوى الي يمين extremely hard بس بتجي قابل الصفو you visit england in winter روحت انجلترا في الشتاء it was the coldest place that you have been to اكتر مكان برد في العالم a friend asks you what the weather was like يبقى the weather was extremely cold او very cold كمبارد جدا هاد كلمة very you admire kushari very much انت معجب الكشري جدا express this i like kushari very much your friends asks you about your opinion of the desert in summer صعبك سهلك ما رأيك في الصحراء في الصيف اكيد الصحراء ايه طبعا hot the desert is really hot in a in summer درس سهل جدا هنعرى اهم الكلمات في الدرس الثالث والرابع station manager ticket inspector اللي هو مفتش التزاكر skills technical schools اللي هي المدرس الفنية في درس كراءة عنها نارضا industry farming nursing dual electrician railway station train drivers mechanics cleaners engineers fairly extremely quiet tour guide preparatory school general education compare patient technology continue article weather repair plan collect practice percent organize introduction conclusion conclusion pilot europe europe asia bakery bakery baker check bike catchers health cycle graduate change system education really incredibly police officer plan learn learned 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 ينفع عاد وينفع شئس learned 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 deal dealt dealt pay paid paid understand understood 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 breakdown broke down broken down do well l-opposite بتاحا do badly possible impossible with without give take different similar get on get off know about keep safe get on the correct train for example deal with take the wrong train quite angry credibly busy do very well take out of have problems it sounds a very interesting job important for the future of the country get onto a train different to 60 percent of in the world of work travel around Egypt learn about angry with three the 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 railway station work is so what is the mission work is very important very important but there are people that don't know quite today i am talking to the النهاردة هنتكلم في اكبر محطة زحمة في مصر اللي هي طبعا محطة القاهرة مدير المحطة اي طبيعة شغله يبقى النهاردة الحوار مع مدير محطة القاهرة المدير المدير يتكلم اهم جزء في وظيفة مدير المحطة انه يحافظ على كل الناس ياخد باله من كل الناس او من سلامة الناس انه هما يركبوا القطار الصحية انت عندك ناس اكيد تاني بتساعدك طبعا في كتير عندنا في المحطة السائقين المفتشين على التزاكر عمال النظافة اللي هم الميكانيكية اللي بيصلحوا الاعطاء لازم اشدعهم بطريقة جيدة وهم فعلا بيعملوا بجد وبساعدهم لو عندهم مشكلات في اي طبيعة عمل حد منهم كم مره بتواجه مشاكل احيانا مشاكل بسيطة شخص يفقد شيء هام او يركب قطار خطأ احيانا في مشاكل كبيرة او الكطار يتعطن قال له so what would you say to someone who wants to become a station manager قال له طب لو واحد عايز يبزاك مدير محطة تقول له ايه تنصحه بايه قال له الوظيفة مش مملة ابدا لازم تكون بتحب القطارات لازم تكون بتحب القطارات لازم تحب الناس بتقابل الناس مختلفة these people can be quite angry احيانا بيوم غطبانين if their train is late لو القطار تأخر they often tell me to find them a different train بيقولولي شوف لنا قطار اخر يبقى لازم عشان تشتغل شوانا تكون بتحب الناس وتحب القطارات اصلا what do you say to them تقول لهم I encourage them to be patient الناس اللي بتعاني من القطار تأخر بقول لهم يكونوا صابورين and I try to help them بحاول اسعدهم we work in an incredibly busy station احنا شغالين في محطة زحمة بطريقة لا تصدق incredible يعني لا تصدق and people usually understand والناس عادة بتفهم that there are sometimes problems وفي ناس كتير بتبعى عارفة ان طبيعا يكون في مشاكل الجورناليست قال له it sounds a very interesting job انها تبدو اويا لها من وظيفة interesting شيقة جدا thank you شكرا لك يبقى درس الاستماع عبارة عن محادسة مع station manager مدير محطة ندخل على درس القراءة درس القراءة الموجود معنا technical schools درس مهم جدا بيجعل طفل امتحان email للمدارس الفنية هنعرف دلوقتي يعني ايه المدارس الفنية after finishing preparatory school بعد ومن خلص المدرسة الاعدادية at 15 نفس عمركم كده some students choose to stay in general education فيه طلب تحب تكمل في التعليم العام اللي هو السنوية العامة but about 60% لكن حوالي 60% of students go to technical school لكن حوالي 60% بيروحوا المدارس الفنية هنعرف المدارس الفنية اللي هي ايه دلوقتي students at technical school learn skills ميزل المدارس الفنية بيتعلموا مهارة that they can use in the world of work ممكن نستخدموها في العمل these skills are extremely important for the future of the country والوظائف دي مهمة جدا لمستقبل الدول والبلاد because technology changes all the time لأن التكنولوجيا تتغير the skills that people need المهارة اللي الناس محتاجاها today are very different to what was needed 10 or 20 years ago المهارات اللي احنا محتاجينها اليومين دول مختلفة عن من 20 سنة الورى أو من 10 سنين في الماضي there are now many more technical schools around Egypt مصر فيها مدارس فنية كتير and each school teaches a different kind of technical school كل مدرسة فيها نوع مختلف من المهارة for example مش عارف يعني مدارس فنية بقى students can learn about work in hotels and shops بيتعلموا يشتغلوا زي في الفنادق أو المحلات or learn skills needed for industry اللي هم بتوع مدرسة الصناية farming وزراعة or nursing التمريد هم دول مدارس الفنية تمريد وصناعة وزراعة وطيار students study at these schools for three or five years في نظام الثلاث سنوات وفي نظام الخمس سنوات under the Egyptian dual Egyptian system في مصر متطبع طبعا لهو نظام التعليم اللي هو dual system اللي هو المزدوج technical school students spend two days each week at technical school الطلبة بيروحوا لمدرسة يومين بس and four days at a place of work واربع أيام بيطلعوا عملي لمكان الشغل يعني مثلا أنا في مدرسة زراعة أروح سبت وحد المدرسة وبقى الأسبوع أروح مثلا أراضي وتعلم فيها والكلام ده كلها كزا بتاع الصناعة مثلا اسم كهربا اسم مثلا زغرافة اسم الحام يقعد يومين في المدرسة يدرس نظري ويطلع أربع أيام عمل الكلام ده متطبق في مدارس كتير وفي مدرس مش بتطبق where they can practice using their new skills واللي طبعا بيطلع يطبق المهارة دي بيبقى طبعا مفيد جدا لبلده النفس this can really help the students after day graduate بعد التخرج بيساعدهم جدا students who do very well الطلبة اللي هم بيكونوا شاطرين جدا في التكنيكا can then continue to study at university ممكن يلطحكوا بالجامعة عادي خالص ويكملوا they can get very good jobs such as becoming engineers وممكن يبقى مهندسين however all jobs that need technical skills are important life would be impossible حياتنا هتكون مستحيلة with our electricians nurses mechanics and farmers المدارس الفنية دي لها تجارة وزراعة وصناعة بيطلعوننا كهربائيين وموردات وميكانيكيين and farmers واللي هم طبعا الايه الفلاحين اخر درس معانا في كتاب التدريبات درس حلو جدا اللي هو بيتكلم عن bike catchers bike catchers bike يعني دراجة وكاتشر يعني يمسك او يلتقط كلها على بعضها اللي هو ملتقطي الدراجات اللي هو هنعرف دلوقتي مين هم bike catchers درس جميل جدا are people who take bikes from canals اللي هم بينزلوا يطلعوا او يستخرجوا يعني الدراجات من الكنالز اللي هي من الطرع او القنوات in amsterdam amsterdam دي فين aziti in europe مدينة في اوروبا وهي تحديدا في هولندا مدينة amsterdam مالها there are no hills in the city ما كانش فيه hills وهلز يعني وادي في المدينة او دي او تلال يعني so a lot of people cycle to school علشان كده كانت الناس بتحب تاخد دراجات روح بيها المدرسة and to work in fact 30% of people 30% من الناس ان amsterdam travel to work by bike بيروحوا الاعمال بتاعتهم بالدراجة لحد كده ما فيش مشاكل ايبقى امستردام دي المدينة الهولندية 30% من الناس بتركب دراجة the city has also a lot of canals طب فيها مشكلة امستردام دي اللي هي مليانة طرع وكنوات كتيرة جدا and sometimes the bikes fall into the water احيانا الدرجات بتاعها في المية طبعا ما حدش بيطلعها because there are more bikes in the city لان فيه درجات كتير than people اكتر من عدد الناس in the 1960 في سنة 1960 there were so many bikes in the canals كان فيه درجات كتيرة جدا في القنوات وفي الترع دي that they began to damage the bottom of boats لما يجي قارب معد في المية من كتر الدرجات وارتفاعها كان القارب هو في المية بيغبط في الدرجات دي وده بيئز القارب that is when the job of bike catchers ظهرت وظيفة ملتقط الدرجات مجموعة من الشابات بتبرعوا وبدأوا يعملوا انهم ينزلوا ويطلعوا الدرجات دي بيجان one bike catcher told me that they take واحد بس بيطلع 14,000 bikes out of the canals each year كل واحد بس من ملتقط الدرجات هما يطلع من المية في السنة الواحدة 14,000 درجات وبكده نكون وصلنا لنهاية الوحدة الـ 12 هشوفكم إن شاء الله في الوحدة الـ 13 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته